سيد خالد عكاشة أبدأ بك بهذا السؤال على الأقل من ضمن أو اتصالاً بالمحاولات المتكررة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني هل من الشروط الرئيسية لإنهاء حالة الانقسام هو إيجاد صيغة للتوافق الدولي ابتداءاً والإقليمية الثانية؟ تحياتي لحضرتك وللضيوف الأعزاء وسادة المشاهدين جميعاً يعني أعتقد المحدد الرئيسي هو توافر الإرادة الفلسطينية الخالصة إرادة الفصائل مجتمعة أن يكون هناك قدر من الوعي الاستراتيجي بأن حالة الانقسام أضرت ضرر بالغ بالقضية الفلسطينية وأن المتغير الجديد المتمثل في الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تحاول أن تتنصل من كافة الاتفاقيات وتلتف على كافة القرارات الدولية التي صدرت بحق القضية الفلسطينية هذا الأمر يجعل مسألة توحيد الصفوف وإعادة اللحمة الحقيقية للشعب الفلسطيني ممثل في كافة أطيافه وفصائله وأن يعاد مرة أخرى وضع النسق السياسي الذي من الممكن أن تخاطب به السلطة الفلسطينية المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي كل هذه المحددات أجد أنها بلغة الأهمية في هذه اللحظة ولذلك سعت القاهرة من أجل إنجازها وعملت على استضافة هذا الاجتماع الهام كي تتحقق هذه الأهداف مجتمعة وكي يخرج الأشقاء الفلسطينيين وقد أنجزوا هذه الخطوة التي تأخرت طويلا والتي دفعت القضية الفلسطينية ودفعت الشعب الفلسطيني ثمنا نظرا لهذا التأخر وهذا التعثر الذي أصاب جولات سابقة بدل فيها الكثيرون جهودا كبيرة أعتقد اليوم هذه المحددات هي محددات واقعية محددات تجعل هذا التحرك بالفعل هو فرض العين الآن على كل القوى الفلسطينية وأعتقد أن سقف الطموح الفلسطيني والعربي أيضا يعني مرتفع إلى حد كبير بعد استضافة مدينة العالمين المصرية ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجولة أعتقد الغير تقليدية بحضور هذا الطيف الواسع لجلسات مناقشات صريحة وشفافة وأيضا مع حضور رئيس السلطة الفلسطينية واجتماعه مع كافة الكتل الفلسطينية التي ستبدأ عملها بعد هذا الاجتماع المهم وستصير ما جرت توافق عليه في أجندة عمل مستقبلية إن شاء الله